في البداية عايزين نعرف من حضرتك إيه محددات الرؤية المصرية لإنهاء التصعيد الحالي؟ محددات الرؤية المصرية هي رؤية ثابتة مصر تتبنى القضية الفلسطينية منذ تأجل الصراع العرب الإسرائيلي حتى يومين هذا مرت القضية الفلسطينية بعدة تطورات هذه التطورات كانت مصر يتطرف الأساس وكانت مصر هي الحاضنة السياسية والحاضنة الدبوماسية والحاضنة الإنسانية لفلسطين ولقضيتها الفلسطينية الرؤية المبدأ الأساسي الذي استقرت عليه الدبلوماسية المصرية أو السياسة المصرية كما جاء في المقدمة هي حل الدولتين على دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هذا ما تتمسك به مصر وما أصبعه الآن هو المبدأ الأساسي بالنسبة للموقف العربي بصفة عامة مصر هي في قلب الصراع العرب الإسرائيلي مصر لم تخرج من دائرة الصراع العرب الإسرائيلي منذ تأججه حتى يومين هذا برغم طبعا أن هناك اتفاقية تسوية بين مصر وإسرائيل لكن هذه الاتفاقية هي مجرد أنهت حالة الحرب لكنها لم تنهي حالة الصراع وبدليل ما شهدناه من تهديدات إسرائيلية بترحيل أو بتسكين أهالي التهجير القصري لأهالي غزة إلى سيناء وهذا بالفعل يدل على أن مصر ما زالت مستهدافة وأن الصراع العرب الإسرائيلي هو دائرة يعني مصر في قلبها